بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وفقنا لما تحبه وترضاه أعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ولا تكن لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك واختم لنا ولسائر المسلمين بقاتمة السعادة أجمعين وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد ما زلنا في جلسة فقه السادة الشافعية في شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدرين آمين فصل في أركان الصلاة والركن هو جزء الشيء جزء الشيء المحقق لهويته جزء الشيء المحقق لهويته الذي ينبني على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود يعني يؤثر في حال العدم وفي حال الوجود الركن يؤثر في حال العدم وفي حال الوجود أما الشرط فيؤثر في حال العدم فقط أركان الصلاة أي الأشياء الضرورية التي داخل في الصلاة نفسها بحيث أنه لو فقد منها واحد بطلة الصلاة دي أركان الصلاة وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا فكرين أنت زمن قال الصلاة لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة فكرين الكلام دي للي بيذاكر الله أعلم بتذكره ولا لأ آفة العلم عدم الاستمرار فيه تملي نشرح كتاب تلاقي أول مجلس الجامع مليان تاني مجلس نص الجامع تالت مجلس ربع الجامع عاشر مجلس خمسة ستة فآفة العلم عدم الاستمرار فيه وعدم الاستمرار علامة عدم الصدق صدق الهمة لأن ليس كل مخلص صادق فالإنسان ساعة يبقى مخلص لله وعايز يتعلم عنده إقبال لكن صدقه ضعيف والصدق علامة الهمة والهمة هي التي تؤدي للإستمرار أحب الأمل عند الله أدوامها وإن قل فالعمل لابد أن تكون مخلصا وأن تداوم عليه فآلة الدوام هو الصدق هو آلة العمل الصالح والإخلاص يبقى تقدم معنى الصلاة لغة الصلاة لغة للدعاء لكن في الشرع لها تعريفات كثيرة لكن الإمام الرفعي رعى الرفع تعريف ارتضام معظم العلماء وقال فيها هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة يقول وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا لأنه هو زود هنا تمنتشر ركن لعدنا عبد الطمأنينة في كل ركن ركنا منفصل فزادت لكن يقولنا الطمأنينة ركن واحد موزع على سائر الأركان فحتقل لأنه قالت في الركوع عليك الركوع والاطمأنان فيه والرفع من ركوع والاطمأنان فيه والسجود والاطمأنان فيه والجلوس بين الساكدتين والاطمأنان فيها فزود كلمة الاطمأن لكن إحن لو خلينا الاطمأن ركن منفصل بحيث أنه يكون موزع على سائر الأركان هيقل لعدد أحدها وأولها النية يبقى أول ركن في الصلاة النية والنية عرفناها نتكلمنا عليها كتير قبل كده فترجع لدرس النية الأولاني خاضر حتى تعلم أن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعلي فما فيش بقى واحد عم يجي يقول أنا خارج من بيتي حصلي صلاة كذا ليه أنوي تاني ده من العوام فيمتنى إزاي ده اسمها إيه العزم فرق بين العزم والنية حتى لو واحد قابلك في الشارع يقولك على فين العزم مش كده برضو تقول له رأي حصلي العشق وانت في الطريق تخش تصلي العشق لقوم ما أقموش الصلاة تصلي تحية المسجد وسنة العشق القبلية وتقعد تنتظر الإقامة وبعنين تقوم تصلي العشق فلابد أنك انت تحدد نيتك مع تكبيرة الإحرام دي تحية مسجد دي قضاء حاجة دي صلاة إيتة دي صلاة العشق الآن وهكذا يبقى لازم تكون مقترنة بفعله يبقى النية الشرعية هي قصد الشيء أو العزم على الشيء مقترنا بفعله وتكون أول الفرد غالبا تكون أول الفرد غالبا ولما كانت تكبيرة الإحرام أول الفرد في الصلاة واجب نية الفردية تقول نواة صلاة فرض العشق لازم تقول الفرد تقولش صلاة العشق فرض العشق لابد التنسيس على الفردية وقصد فعلها عشان كده بتقول نوايته صلاة هذه قصد فعل الصلاة قصد الفعل الترجم في كلمة صلاة وفرض العشق الفردية وتعينها من صبح أو ظهر مثلا وعشان كده كان يقولك يسائلي عن شروط النية القصد والتعين والفردية تلت حاجة يسائلي عن شروط النية القصد والتعين والفردية فرضية تلت حاجات كويس دي شروط نية الصلاة لابد أن تقصد الصلاة وعشان تقصد الصلاة لابد أنك تبقى متوجه للقبلة ساتر العورة وقف في المكان الطاهر مش كده برضو متوضع قبلها وبعدين تنصص انك انت تقول نوايته صلاة الصلاة مش نوايته مطلق الذكر لان الصلاة مخصوصة ذكر مخصوص لهيئة مخصوصة وليس ذكر مطلق وعشان كده لابد أنك انت تقصد وتعين وتذكر الفرد خصوصا لو كانت كمان ايه نافلة راتبة فبعدو لازم تعينها نافلة راتبة سنة العشاء بعدية سنة الزهر القبلية سنة الزهر بعدية سنة التراويح سنة الاستسقاء سنة صلاة العيد اذا كانت من الاشياء المعروفة المعينة لابد أن تعينها لكن لو سنة تحية المسجد مطلق صلاة داخل المسجد مقاومة تدخل دخل فيها سنة تحية المسجد الشرط انك انت يعني تخصصها لكن لو خصصتها لا بأس لكن ممكن تدخل المسجد وصلي سنة الزهر القبلية ويندارك فيها حتى ولو لم تنويها سنة تحية المسجد او كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة او ذات سبب كالاستسقاء واجب قصد فعله وتعيينه لا نية لا نية النفلية نوية النفلية في مطلق التطوع نقول صلاة ركعتين لله الله هو اكبر ده مطلق تطوع واضح والثاني القيام مع القدرة تاني حاجة لابد لما تيجي تشرع في الصلاة تشرعها من قيام ان كنت قادرا على القيام والقيام مع القدرة ركن من اركان صلاة الفريضة اما صلاة النفلة فلك ان تصلي من قعود مع القدرة ولك نصف اجل القائد وتكون الصلاة صحيح يبقى الثاني القيام مع القدرة عليه فان عجز عن القيام الا معتمدا يعني مستندا يبقى يصلي مستندا يصلي بجوار جدار كده واستند على الجدار طالما لا يستطيع ان يقف الا معتمدا على شيء او على العكاز فيبقى يصلي معتمدا على العكاز طالما يستطيع القيام معتمد فيبقى القيام مع القدرة مستقلا بنفسه غير معتمدا على شيء ركن ان لم يستطع القيام مع القدرة بغير اعتماد مع الاعتماد على شيء كعصاء او جدار او سارية من ثواري المسجد يبقى واجب عليه ان يصلي قائما معتمدا ولا يذهب الى الجلوس الا ان لم يستطع القيام معتمدا كمان واضح ساعتها يجلس بقى ويبقى هنا عجزة عن القيام يبقى لو يسمى عجزا على قيام الا لو عجز عن القيام مستقلا او عجز عن القيام معتمدا واضح يبقى الترتيب كده اقف قائم مستقل عجز قائم معتمد عجز يجلس اي جلسة اي جلسة وافضلها جلسة التشاهد الاوسط اذا كانت ركب وتسمح له يبقى افضل الجلوس لانها هيئة من هيئة الصلاة فيبقى بيصلي بهيئة من هيئة الصلاة بحيس لو واحد دخل عليكم تعجل الهيئة دي يعرف انك بتصلي على طول لان دي هيئة من هيئة الصلاة الى جلسة التشاهد الاوسط سمو جلسة chancellor الفتراش طيب جلسة الافتراش دي بتقلمه ركبه وجعاه يبقى اي جلسة تريح اي جلسة تريح كويس فان عجز عن القعود يبقى يصلي على جنبه جنب الايمن كويس عجز عن الجنب الايمن متوجها للقبلة يبقى ينمع على جنب الايمن كده زي صلة الجناز وباصس للقبل ويصلي على جنبه إن عجز عن القعود وإن عجز عن الجنب الأيمن لألم فيه يصلي على جنبه الأيسر فإن عجز على الجنبين يصلي مستلقيا بحيث تبقى خدميه للقبلة ونظروا إلى القبلة واضح؟ مستلقيا بهذا الترتيب يعني فإن عجز عن القيام قاعد كيف شاء وقعوده مفترشا أفضل طب ليه مفترشا أفضل لأن دي هيئة من هيئات القيود في الصلاة مش أجنبية عنها يعني والثالث تكبيرة الإحرام العجيبة بأن الثلاث أركان دول بيبقوا مندرجين في بعض الثلاث أركان دول بيتعملهم في بعض في لحظة واحدة تبقى قايم تكبر وتنوي كل دي ثلاث أركان دخلين في بعض مصحوبين بسنة ويرفعوا اليد عند تكبر الأحرام عشان كده سئل الإمام الشافعي أول ما نزل للعراق كانوا يحبوا يمتحنوا العلمة لما ينزلوا بلد جديد فالعلمة يمتحنوا امتحن شافعي فسألوا أبدأوها بفردين وسنة أبدأوها بركنين وسنة أما الركنان فنية والتكبير وتكبيرة الإحرام والسنة رفعوا اليدين فمن إجابته دي أيقنوا له بالإمام لأن لو سأل واحد تاني ما كانش هيجاوب كده يعني هو إيه قال كده إحنا بننقل كلام الإمام الشافعي اللي قاله لكن إحنا ممكن نزود كمان وقول إن القيام كمان يبقى بثلاث أركان وسنة لكن اكتفوا من الإمام الشافعي بالإجابة دي الفصيحة وإيقنوا له بإمامته في العراق رضي الله عنه إنما الاتنين اللي قالوا من الإمام الشافعي يستوي فيهم كل المسلمين سواء صلى بقى مفترشا صلى على جنبه صلى مستلقيا فإجابة الإمام الشافعي عميقة فمصالة مطلقة والثالث تكبيرة الإحرام فيتعين على القادر بالنطق بها بأن يقول الله أكبر ما يقولهاش بلغة تانية إلا لو عجز عن اللغة العربية لكن لو يستطيع ينطقها وهو حتى ما يعرفش معناها لازم ينطق لما استطاع نطقها الله أكبر وعند الشفعية يقول لك لو قاله الله الكبير تمشي الله الكبير تمشي بعض مزاب غير الشفعية قالك لو قاله الله العظيم تمشي كويس زي الأحناف الله المجيد تمشي عند الأحناف الشفعية لا لازم الله أكبر لأكملها أو مشتق من أكبر زي الكبير غير كده ما ينفعش ولابد أن تكون الله مبتدأ وأكبر بعده ما يقولش أكبر الله ما ينفعش تابطل صلاة فلابد أن هو يكون يراعي اللفظ نفسه فيتعين على القادر بالنطق بها بأن يقول الله أكبر فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر الله ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء ولا يعدل عنها إلا إلى ذكر آخر ويجب قرن النية بالتكبير يبقى لابد النية تكون مصاحبة للتكبير اقتران حقيقي آه إذا كانت النية مع القلب يبقى اقتران حقيق اقتران عرفي تبقى سابقة لها مباشرة يبقى اللي يعجز أنه يحضر النية في قلبه مع الله أكبر بحيث يخلصها مع عرق أكبر ويبدأ مع عمزة الله يبقى لابد اقتران حقيقي وهو ده المطلوب اللي يعجز لأنه دي عايزة تدريب اللي يعجز عن ذلك يبقى يقول نويته صلاة فرد العشاء أداء مقتديا الله أكبر يبقى لابد اسم اقتران عرفي واخد بالك لأنه سبقها أيوة ما احنا قال تأثر جاي متأخر لو جئت منذ لحظات قلنا أن عند الشافعية يستحب التلفز بها باللسان كوسيلة لاستحضارها بالقلب للي يعجز عن أنه يحضرها في قلبه لأن تحضير القلب دي عايز تدريب وإحيان الإنسان يأتي من عمله يكون مشغول والطالع من تجارة مشغول وجاي من السوق مشغول حصلت له حدثة مشغول عنده ألم في جسمه وشغله فلما ييجي يحضرها مع الله أكبر يمكن قلبه يتعبه شوية أو يتأخر شوية في أمم يقول باللسان بيعين القلب لكن هي أصلاً محلوة القلب وإذا اختلف اللسان عن القلب إن عقد ما في القلب يعني أنا أيل في قلب العشاء وبعن اللسان يقلها مغرب إن عقد في عشاء واضح ده النية أصلاً محلوة القلب يبقى ويجب قرن النية بالتكبير وقلنا الاقتران إما حقيقي وإما عرفي وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية الإمام النووي قال بيكلم بقى كل الناس لأن الاقتران الحقيقي ده عايز ناس مدربة نفسها فالإمام النووي قال إيه نكتفي بالاقتران العرفي تيسيراً على الناس لأن فيه واحد يبقى مهتم أوي في النطق الله أكبر بيقولها وتركيزه في الله أكبر تيجي تقوله وإنت بتقول الله أكبر كمان ركز دي صلاة إيه وعين الفردية واقصد الفعل كل ده في وقت واحد تلاخباطه وقال لشكل الأمام النووي قال لك إيه رفعاً للحرج يكتفي بالاقتران العرفي اللي هما الناس إحنا مو إحنا أصغيرين قالوا لنا إيه ما تيجي تصلي وقال إحنا المذب الشفع في مصر متوارث يعني يقول لك إيه أبوك إنت صغير أول ما بدأت تصلي وقال لك هو فيه أبن جنب وقال نويت صلاة العشاء الله هو أكبر مش كده بس التعليم ده تعليم ناقص لأنه لازم يقول نويت صلاة فرد العشاء لأنه لابد أنه ينصص على الفردية واضح فيبقى إيه بيعلمك الاقتران العرفي نويته صلاة فرد العشاء لأنه هو تلقها من الأجداد والأباء على مر العصور وكانوا علم أخذ بالحب ديتك عشان كده نلاحظها الحكاية ويجب قرن النية بالتكبير وأما النووي فاخترى الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفاً أنه مستحضر للصلاة الأكمل كمان إنك إنت لما تنوي تستحضر جميع أفعال الصلاة بعدد ركعتها عشان النية تنسحب على كل ده ده بقى إيه الناس اللي هم الأكابر قوي لكن إيه لرفع الحرج عن الناس يكفي بس إنه يقولها بالطريقة دي ثم ينسحب لوحده على باقي إيه أركان الصلاة وأفعال الصلاة إلى آخرين وعلشان كده كانوا زمن يعلمون يقول لك نويت صلاة فرد ده العشاء أربع ركعات عشان تنسحب لكل يا نص حتى يتكبقى إيه شفت بقى أن الكلام اللي كانوا بيعلمون قالنا الأجداد هو ده اللي صواب والكلام اللي قالوه شوية العيال اللي طلعوا اليوم من دول اللي تعلموا الدين من الكتاب مباشرة وقال له ناس لا ما تنويش وبقوا يصلوا كده بغفلة هو ده الخطأ عشان تعرف أن ما عليه العوام أصوب مما عليه هؤلاء المتعالمين شفت بقى إزاي فتأخذ بالك من هذا وأما النووي فاخترى الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفاً أنه مستحضر للصلاة والرابع قراءة الفتحة لأن قراءة الفتحة يشترى فيها القيام مع القدرة قراءة الفتحة يشترى فيها القيام مع القدرة يعني أنا بصلي خلف إيمان بيطول قوي في الصلاة مثلا وأنا أقدر أن أنا أقف لمدة مثلاً خمس دقائق لكن ده الركعة في إيده بتاخد لها ربع ساعة ونص ساعة يبقى أقف بقدر الفتحة لأن هي دي اللي مطلوبة يشتغل في الصورة قاعد بقى ما يجرىش حاجة قاعد لما يقول بقى الله أكبر روح واقف وقل الله أكبر واركع واضح؟ ليه لأن القيام مطلوب للفتح ومسنون للصورة واضح؟ فدي نقطة مهمة عشان ما يتخنقش الناس مع الإمام إذا طول هم بيتخنقوا ليه طول عليه ومدهر وجعه وركبوا وجعه لو هو فقيه يسيب الإمام يطول أو بيسمع قرآنه نعمة ويقعد بعد الفتحة ويبقى قاعد مستريح مبسوط والإمام مبسوط وكله مبسوط لكن الجهل يؤدي إلى إيه الخصام فهو بيبقى واقف مزن بنفسه مسكين والرجل إنه عايز يركع واللي مش حفظ قرآنه يحس إنه إيه قاعد بيغرب في بحر مش دارين حيركع أمس لا عارف الربع نهيته فين ولا بتاع فوقف طبعا غرقان لكن اللي حفظ القرآن مش قلقاه أعرف ابتدى بالصورة الفلانية آه غالبا حيركع بالروع الأول زود شوية حيركع بالربعين زود شوية حيخطب بالصورة مجرى ش حاجة لأنه حفظ القرآن مش حيبقى مدايق إنما المدايقة بتيجي من الجاهل اللي مش حافظ القرآن هي ليه المشكلة فلازم نحفظ الناس القرآن تاني نرجع تاني لأجيال حافظة لكتاب الله يعني كان أيام مثلا أجدادنا كان الناس يقول لنا كده تروح الشارع تمشي تروح السوق مش عارف تشتري من البقال تلاقي كله شغال بيقرف ورده بيقرف ورده كلهم حافظين القرآن البقال واللي بيشتري من البقال واللي خضري كله شغال بيقول ورده كله حافظ القرآن احنا الاجيال دي انا جدي كان يقول لي كده كل الناس ماشية بتقول وردها حتى الفلاح راكب الحمارة بتاعت ورايح الغيط الصبت قاعد بره ايه شغال بيقول في ورد كل الناس حافظة ما شاء الله كتتيب في كل نجع في كل قرية وكله حافظ ما شاء الله لما ضيعنا حفظ القرآن وقفلنا الكتتيب واكتفينا بوزارة التربية والتعليم المنحوصة الناس بقت ايه تتخنق في المساجن لانه بقى من اجيال طالعة مش حافظة ولا بتعرف تقرأ للأسف فلازم نرجع تاني نصحح المفاهيم ونرجع تاني نشغل وقتنا ونعمره بذكر الله والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالايه كالبيت الخارب يبقى الرابع اول حاجة احنا قلنا النية تكبيرت الاحرام القيام مع القدرة ادي ثلاث اركان وبعدين قراءة الفتحة او بدلها لمن لم يحفظها وعجز تماما فرضا كانت الصلاة او نفلا في كل ركعة بالتقييد ده كله الفتحة تتقريب كل ركعة وبسم الله الرحمن الرحيم ايه منه ده اصل ماذا بالشفعية كده يعني لو ما قالش بسم الله رحمه صلاة باطلة واضح يجهر بها مع باقي الفتحة في الجهر ويسر بها مع باقي الفتحة في السر البسمال عند الشفعية كده ويشترد في الفتحة انه هو يراعي الشدات اللي فيها الفتحة فيها كذا شد عدوها يقول لك ايجي انتشر شد يعني لازم يقول اياك نعبد وياك نستعي شدت اياك مهم لان لو قال اياك نعبد الاياك هو الضوء كيانه بيقول نورا او ضوءا نعبد وضوءا نستعي الاياك هو الضوء فلابد يقول اياك نعبد وياك نستعي يشدد الشدة دي مهمة تبطل الصلاة بغيرها وتصح صلاة العام بها ولا تصح لغيره واضح لحين ما يتعلم الضالين شدد الضاد شدد اللام المد الستة حركات كل ده لازم يراعي ما يقولش الضالين ما ينفعش يراعي التشكيل الذي يؤدي الى فساد المعنى ما يقولش مثلا سراط الذين انعمت عليهم انعمته انت بتكلم على نفسك ولا بتخاطب الله انعمته فلابد يفتح فلو سراط الذين انعمت عليهم تفاعل بغيرها صلاة لازم انعمت عليهم الله شدد الله شدد الرحيم شدد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم شوف كم شدة اياك نعبد وياك نستعيد الحمد لله شدد كم واخد بالك فلابد من المراعاة مثل هذه الاشياء لابد في الفتح المولاة المولاة يعني الاية ورا الاية ورا الاية والترتيب ما يقولش مثلا ايه سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين اياك نعبد وياك نستعين يبتدي بالنتاح ما ينفعش لازم بالترتيب ولازم بالمولاة ما يقصلهاش بفاصل طويل عرفا ولو بدعاء يبطلها يجي مثلا ايه اياك نعبد وياك نستعين استعنت بالله وتوكلت على الله اللهم اعني على ذلك بطلة صلاة ما ينفعش لازم يجيب على بعضه ورا بعضه واضح المأموم مش مشكلة لانه بيقول كده لما بيسمع من الامام لكن الامام لو عمل كده او المنفرد قال كده في صلاته في فتحته بطل الصلاة فلا يفصلها بدعاء الا ان كان فاصل ضروري زي التأمين خلف الامام يبقى ساعتها ما يبطلش موالته يعني انت بتقرى الفتحة مع امامك فانت لسه في نص الفتحة الامام خلص عايز تقول امين اقطع امين وكمل ولا يقطع موالاتها التأمين ولا يقطع موالات الفتحة عطسة مثلا او كحة الا اذا طالت كح وشارق وقاعد يكح تاني وشارق وطلع المنديل وقاعد يتفق ومش عارق طالت المدة يعيد من الاول اذا طال الفصل وااخد بالك كل دي الحاجات دي لازم يراعيها في الفتحة دون الصورة بقى الصورة مش مهم براحتك توقف تدعي عن كل اية وآية تتعوز بين كل اية وآية تجيب اية من صورة البقرة بعدها اية من صورة العمران بعدها اية من صورة النمل وبعدها اية من صورة الانعام ماشي كله حلو في نفس الراكع فاكره ما تيسر منه هو دا اللي تيسر تعيز منه ايه مش ربنا يقول فاكره ما تيسر منه هو دا اللي تيسر فاذا بدأ في صورة الفتحة ودخل في البقرة مثلا وبعدين في نهاية اية تشبه نهاية اية فقال عمران فراح داخل فقال عمران سيبه ما تردوش لانه هو في ما تيسر منه ما زال في قرآن ولا هو انتقل للطورة والانجيل ما هو ما زال بيقول قرآن برد فلازم نراعي مثل هذه الاداب ولما ما بنراعيش هذه الاداب بيحصل جلبة في المساجد سيب الامام او بيقول حتى ان الامام محيدين ابن عربي يقول لك ان الانسان لما يكون بيقرأ في صورة ثم ينتقل ذهنه الى غيرها دون عام تعمد فده تجلي ربوبي يريد منه الله ان يتعبده بهذه الاية فعليه ان يسترسل معه ولا يقومه لان ده ادب بقى مع الله بقى انه هو خرجك من اية الى اية ده يريد منك انك تلتفت لهذا المعنى مش انك انت تلتفت للمعنى اللي انت بترتبه لا ده المعنى اللي ربك بيرتبه لك اولا واخد بالك كل دي ادب لطيفة يعني فالمهم انك انت الفاتحة هي اللي مهمة الفاتحة هي اللي يرد فيها الفاتحة هي اللي لابد انك انت تطبط فيها كل شيء لانها ركب ولابد انها تبقى فيها مولاة ولا تفصل الايات بدعاء الا لو اعتست قلت الحمد لله ماشي واخد بالك لكن ما تطولش عن كده بقى لو كرر الاية كثيرا بحيث انه يقطع المولاة برضو ايه يبقى فيها ازمة الفاتحة دي اصلا عاملة زي الدوة في الصلاة بتصلحها لانها ركنها فلابد انك انت تعملها بقدرها واضح؟ عايز بقى انت تتسمع عن فيها اقراها مرة تانية بعد الفاتحة يعني افرد واحد مش حافظ من القرآن الا الفاتحة هيقرى الفاتحة في الركعة ويقرى الفتحة بعد كده صورة سنة هيقرى الاول ركن وبعنين يعيدها تانية سنة مثل سنة ان كنتك تقرأ الفتحة وصورة هو مش في حافظ الفتحة يرى الفتحة مرتين الفتحة الاولانية روك الفتحة التانية صورة ويركع ويتمع عن فيها زي هو ما عايز بقى وهو بيقولها كصورة يتمع عن فيها زي هو ما عايز ويقف عند كل ايه ويدعي زي هو ما عايز ما عندناش اشكال واضح ما يجراش حاجة المتعمد هو بطل طيب مش الفتحة صورة ما هي صورة من ثورة الكرآن يا سيد متعمد صحيحة صلاته صحيحة امين عند الشفعية جهرا اماما ومأموما وعند الاحناف اذا جهر كانت صلاة جهرية فحيجهر فيها واذا كانت سلرية فسلرية فيها باش ويقولوا امين تاني ما بتديش اقمعوا يا جوز الوصل لكن لو وقفت والناس قالوا امين معاك صحيح لانها دعاء الفتحة دي دعاء ما يجراش حاجة لا بأس لا قالوا قالوا ما قالوش ما قالوش سهلة ولا تقيدهم بشيء لان كده صح وكده صح وعلشان كده ايه الواحد امتى يسكت يسكت بعلم ما يتكلمش في حاجة مستوية التراثين واخد بالك يعني انت عندك الاحناف مثلا ان التأمين عندهم سرا خلف الامام الاحناف كده مرة كنت في كراتش فلما شافونا انا راجل عربي كده قدمونا صد بيهم ام ام احناف فانا قريت الفتحة جهرا وانا لقيت ناس بقول امين على عادتنا احنا الشفعية بسطل للجامعة كله ساكت وانا اللي اقول امين بسطل لهم كسكتين لان هم احناف الاحناف كده الاحناف يقول امين سرا خلف الامام ما يجرش ما يجرش حاجة ده خلف المذهب يتمشي وامين ايه فيها مد بدل امين ده اسمه مد بدل وده مشهور عنده ورش امين ولك تمده حركتين واربعة وستة امين اللي ما يعرفش القراءات يقول لك امين بتسمع ناس بيعملوا كده اه لانه جاهل اللي يعمل كده جاهل اخد بالك ما يعرفش ان فيه كراءة بتقول امين كده هو ده اللي صح يعني اللي عليه العوام هو اللي صح ما يجيش بقى يخلف العوام كل العوام بيقوله امين وهو في المكروم امين ايه القطعة دي تم فلا يصح انك تخالف في امر صحيح اعتدوا الناس وإيه اللي حتعمل بلبلة في الناس الناس روح ان اتقول لهم بيقول امين والشيخ ده ما بيقول امين كده ليه هو مين اللي غلط فينا احنا ولا هو ويسير شوشرة بلا داعي واخد بالك فطالما الناس مشي على الصح خليك مع الناس مع الصح والرابع قراءة الفاتحة او بدلها لمن لم يحفظها فرضا كانت الصلاة او نفلا وبسم الله الرحمن الرحيم اية منها كاملة ومن اسقط من الفاتحة حرفا او تشجيدة او ابدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته ان تعمد وإلا واجب عليه اعادة القراءة ويجب ترتبها بان يقرأ ايات على نظمها المعروف ويجب ايضا موالاتها يعني وراء بعضها بان يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل الا بقدر التنفس فان تخلل الذكر بين موالاتها قطعها الا ان يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في اثناء فاتحته لقراءة امامه او التحميد للعاطس كل دا يمشي فانه لا يقطع الموالات ومن جهل الفاتحة وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا واحسن غيرها من القرآن واجب عليه سبع ايات متوالية عوضا عن الفاتحة او متفرق ان لم يحفظ متوالية يعني هو لو مش عاجز عن كراءة الفاتحة خالص تحاول تحفظها مش فايد قل له يا استاذ ومش حافظ سبع ايات متوالية قل له قل بسم الله الرحمن الرحيم سبع مرة بسم الله الرحمن الرحيم 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 الله واكبر صلاته صحيح سبع ايات قالهم كرر واضح سهل يعني دي الناسهل فوش تعقيد هو مش قادر يحفظها لكن بيعرف يقرأ يبقى يقرأها تكتبع له في ورقة وتقرأها او يستطيع ان يجيب ملقن يجيب ملقن يلقن له اي اي ويقعده ويدي له اجر على كل صلة يبقى موظف عنه كل ما يجي الصلة يجي له الملقن ويدي له على الصلة 10 جنيه 5 جنيه يدي له زي مدين اذا كان يعني ايه يستطيع ان يجد من يلقنه كل دي بتحصل اطوار واحد يجي له جلطة في المخ بعد ما كان حافظ القرآن صاره محتاج انه يحد يلقن تحصل اطوار يعني مش بتبقى كلام اي كلام واحد جاله نوع من الزهايمر لما كبر في سنه وابتدت الحاجات تطير منه مع انه كان حافظ كويس يحتاج ابنه يلقنه او يكتبها في ورقة او يقرأها بقدر الفاتح كل ده لابد انه يرعيه لابد انه يقرأها بحركة اللسان والشفتين مش يجريها على قلبه يعني هو او كده ويشغل بقلبه كده صلبطله لانه لم يقرأ لانه حديث النفس لا يسمى قراءة واضح فما ينفعش يجريها على قلبه لابد من حركة اللسان والشفتين عشان يبقى اسمه قرأ الفاتح فلا يجريها على قلبه ويكتفي بذلك الصورة ممكن يجريها على قلب الصورة لانه سن انما الفاتحة لا لابد من حركة اللسان والشفتين للضرورة كل دي تفاصيل تاخد بالك من اه يسمع نفسه عشان يبقى اسمه قارئ ويبقى فيه حركة نفس لان القراءة في السر لابد ان تكون معاها نفس مش مساء كده حرك شفيفه لكن مفيش نفس دي مش قراءة برد دي تمتمة كده بالشفتين لابد ان هي بسم الله الرحمن 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 يبقى فيه نفس طالع مع الحروف عشان تبقى قراء واخد بالك وإلا ما تبقاش قراءة لان الحديث بيقول ايه لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب شفك يقرأ فلابد انها تبقى قراءة نص النبي على ذلك وقال صلوا كما رأيتمني وصلي وكان اللي يقترب من النبي في الصلاة السرية يسمع النبي بيقول ايه لدرجة تستامعون ان في صلاة مثلا الظهر قرأ سورة الطور في صلاة الظهر قرأ سورة تبار عرفوها منين إلا انه كان يسمع نفسه والقريب منه كان ممكن يلقى بعض الآيات فلابد القراءة تبقى بهذه الصورة ومن جهل الفاتحة وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا واحسن غيرها من القرآن وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتح طب عجز عن سبع آيات متوالية او متفرق فان عجز عن القرآن خالص مش حافظ حاجة ولا حتى قد يقول بسم الله الرحمن الرحيم عاجز عن هذا اتى بدكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها فان لم يحسن قرآنا ولا ذكرا واقف قدر الفاتح واحد نسأل له السلامة اصابته جلطة منعت لسانه من الحركة كويس فما اعرفش انه هو يجريها على لسانه يوم يعمل يجريها على قلب خلا وتبقى صلاة صحيح انه ده اقصى ما يستطيع طب مش قادر يجريها على قلبه علشان عنده الجلطة اصرت على تركيزه فمش عارف حتى يجريها على قلب يؤب بقدر الفتح بس يؤب بقدر الفتح كده وبعنوه اللوات كل ده بتحصل عوارن الانسان في حال حياة وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منه والخامس الركوع وأقل أقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتد للخلق سليم يدي وركبتي أن ينحني بغير انخناس أو انخناس انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ولو أراد وضعهم عليهم فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره وأومأ بطرفه أدنى الركوع عشان تبقى اسمك راكع أدنى الركوع لمعتدل الخلق أنه ينحني بحس إيديه طول ركبتي يعني هو مثلا معتدل للخلق اللي هو مين اللي هو ما يعمل إيديك ده وتأخذ المأس من أول صباعه ده لصباعه ده يطلع طوله ده معتدل للخلق كويس لو خدت المأس ده ويطلع أقصر من طوله يبقى ديء ديء سيارة ولو طلع أطول من طوله يبقى ديء طويلة زول يدين النبي قال له كده لأنه كان ما يبقى واقف إيديته وصل لركبتيه وهو واقف فسمى النبي زوليه دي فإحنا بنتكلم على معتدل للخلق معتدل للخلق أدنى الركوع إيه إنه ينحني بحيث أول ما رجليه إيه دي توصل لركبتين يبقى ده سمراكع كويس يبقى ده أدنى الركوع طيب عملت كده وما وصلتش الركبتين يبقى أنا لسه مركعتش واضح لازم أوصل لكده ده أدنى الركوع يعني لو عمل أقل من كده صلاته بطلة كأنه مركعش طيب وأكمل الركوع إنه يساوي ظهره يبقى زاوية قايمة كده ينزل كده ويمسك روبتين وإيه وما يخنس ويخلي رأسه وظهره إيه خط مستقيم كده ده أكمل الركوع واضح يبقى لازم تعرف أدنى شيء وأكمل شيء وعرف تحدي معتدل للخلق ولو أراد وضعهما عليهما فإن لم يقدر على هذا الركوع إنحنى مقدوره أو ما أبي طرف الموضوع ده حيفيدك بعد كده علشان لما يقول لك لما تنسى التشاهد وأنت إلى القيام أقرب ما ترجعش وأنت إلى الركوع أقرب إلى الجلوس أقرب ترجع فيبقى لازم تكون عارف للقيام أقرب لما تعدي حد الركوع تبقى بقيت للقيام أقرب لو عديت حد الركوع يعني إيدك عدت عن ركبتك خلاص ما تطلهاش يبقى أنت كده للقيام أقرب ما ترجعش في التشاهد الأوسط واخد بالك لو إيديك لسه تحت ركبتك يبقى أنت للجلوس أقرب يبقى عضي وتذكرك كل ده حيفيدك في حاجات تانية بعد كده بتطبيقات وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث أسيران كصفيحة واحدة ونصب ساقيه وفخزيه يعني يخلي ركبه مفروضة ما تبقىش متنية لقدام تبقى منصوبة كده رجليه يعني يبقى زاوية قايمة باللغة بتاعت الهندسة كويس ونصب ساقيه وفخزيه وأخذ ركبتيه بيديه ويمسك ركبتيه بأيديه ويفرق صوابه حوالين الركبة دي أكمل هيئة اللي هي هيئة النبي في الركوع صلى الله عليه وعلي وسلم الثالث بقى الطمأنينة في الركوع مش مجرد أنه يلمس ركبتيه رح أهم على تقول لا ده لابد يوصل لمرحلة تسكن أعضاؤه حتى تسكن أعضاؤه يبقى في حد فاصل بين الحركة والحركة التي تليها بسكون هذا السكون يسموه الطمأنينة فلابد يبقى فيه طمأنينة وهي السكون بعد حركة فيه أي الركوع والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا ومشى عليه النووي في التحقيق وغير المصنف يجعل هيئة تابعة للأركان والسابع الرفع من الركوع والاعتدال يرجع تاني ما يقول سمع الله له من حمد يعني يرفع من الركوع يرجع لحاله أيام ما كان بيقرى الفتح ساعة ما كان بيقرى الفتح نفس الحالة مستقيم تماما والسابع الرفع لا عندنا لا بيبقى مسبل يديه حال الرفع من الركوع بيرفع يديه سنة سمع الله ومحبه وينزلها مسبلا إياه أما وضع اليمنى على اليسر لحال قراءة الفتحة والسورة بس لا توضع هكذا إلا حال قراءة الفتحة والسورة لأن القيام ركن طويل فلما بتحط إيدك بتحبسها من الحركة إنما الرفع من الركوع ركن قصير فمش محتاج تحبس إيدك لا ما سمع نهاش لكن شفنا الجماعة الألباني بس هو اللي عمل كده وأخذ بالك استنتاجا منه في كتاب صلاة النبي أو كأنك تراها صلاة النبي كأنك تراها ليه كتاب الألباني يعني ما فيش في المذاب الأربعة المشهورة حد ما يقول سمع اللون الحمر يحط إيديا اليومنا في المذاب الأربعة كلها وأخذ بالك لا حنابل شفعية والملكية ولا حنابلة ولا أحناف ما تبتلش صلاته أصلا صلاته صحيحة لأن دي مش أركان أصلا حتى لو أرى الفتحة وإدم دلدلة كده ما يجرىش حاجة نهى النبي عن الصلاة مختصرا بس يعني ما تنحطش يديك في وسطك كده وتصلي بس لأن النبي نهى عن تصلي مختصرا لأن دي هيئة المتلاعب كويس إنما بعد كده عملت إيدك كده حطتها كده ما يجرىش حاجة حطتها كده شوية ونزلتها شوية ما يجرىش حاجة كل ده صحيح والسابع الرفع من الركوع خلينا في الأركان نخلصهم عشان نخلص بس الأركان على بعض والسابع الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوع من قيامي قادر وقعود عاجز عن القيام يعني إذا كنت بتصلي قائم ترجع لأعادتك الأولانية إذا كنت بتصلي قائم ترجع لقيامك الأول والثامن الطمأنينة فيه أي الاعتدال والتاسع السجود مرتين في كل ركعة وأقل السجود إيه مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها بغير حائل يعني يعني ما تبقاش العمة نزل الحواجب ويسجد على العمة ده سجود باطل ده عنده الشفعية عند الملكية يمشي بس مع الكراه لكن الشفعية تبقى سجود باطل لابد جزء من الجبهة ولو بسيط يلمس الأرض وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبته وأنف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أمرت أن أسجد على إيه سبعة أعضاء مش كده برضو ده أكمل السجود سبعة أعضاء الجبهة واليدين أدي ثلاثة الركبتين أدي خمسة وباطن أصابع القدمين أدي سبعة مش كده برضو يبقى أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ويخد بالك أن النار لو دخلها المسلم العاصي النار للتنقية لا تأكل مواضع السجود منه ولا تأكل نار التنقية سورته يعني يبدأ الهيئته سورته وعد حبينة لا تشويه سورته ولا تأكل مواضع سجوده واخد بالك موضع السجود منه يبقى نار التنقية لها خاصية غير نار الكفار نار العذاب المسلم مش هيخش النار عذاب نار تنقية لكن الكافر هو اللي هيخش نار العذاب الجحيم اللي هو هيخلط فيها ناس الله السلام والعاشر التمأنينة فيه تاني جبهة تاني أي السجود بحيث ينال موضع يسجوده ثقر رأسه أما يجي يسجد ما يبقاش إيه مستحفز لورا بحيث إيه مش متأكل تقلو على الأرض في ناس يبقى مستحفز لورا كده بحيث يدوك الرأسه ونه يبصى الأرض لا إذا أنت تسجد تقلك يبقى على الجبهة موصل للأرض تقلك بحيث لو كنت على قطن القطن إيه يهبط ولو بتسجد على إيد واحد يقوم يحس في ثقة لجبيتك واخد بالك ده مهمة الحكاية دي لأن في ناس يبقى مستحفز لورا كده وساجد فبيبقى كل تقلو جاي على وراء مش على الأرض فده ما يبقى السجود كامل لكنه سجود صحيح تصحي به الصلاة لكن ما ياخدش سواب السجود الكامل بحيث ينال موضع سجوده ثقة لرأسه ولا يكفي إمساس رأسه موضع سجوده بل يتحامل بحيث لو كان تحته قطن مثلا لنكبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته والحد عشر الجلوس بين السجدتين في كل ركعة سواء صلى قائما أو مضجعا وأقله سكون بعد حركة أعضاء اللي هو الجلوس بين السجدتين وأكمل الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح لازم يجلس وعشان كده اللي ينسى سجدة ويقف وتذكر أنه عليه سجدة ثانية ينزل قاعدا مش ينزل سجد لأنه كده لما وقف ضيع ركنين الجلوس بين السجدتين والسجدة فلما يتذكر ينزل الأول يجلس عشان يجيب ركن الجلوس بين السجدتين ثم يزجد في دي نقطة مهمة ناخد بلنا منه يعني إذا نسيت سجدت سجدة واحدة ورحت واقف هتقرى الفتحة افتكرت أن هذه سجدة واحدة تعمل ايه؟ ما تنزلش سجد انزل جالس عشان تجيب الجلوس بين السجدتين ثم تسجد بعد ذلك واضح؟ والحد عشر الجلوس بين السجدتين والثاني عشر الطمأنينة فيه اي في هذا الجلوس بين السجدتين والثالث عشر الجلوس الأخير قال لك الجلوس لكراك التشاود الأوسط مش من الأركان ما جابش سيرك لأنه هيجبولك بعد كده في الهيئات والأبعاد ثم قال التشاود الأوسط ما جابش سيرك قال قراءة الصورة ما جابش سيرتها قال رفع اليد مع تكبيرت الإحرام ما قالش يبقى ما جابش سيرة السنن اللي هي الأبعاد والهيئات هو بيكلمك هنا على الأركان من شك كده ما جابش اللي سكت عنه يبقى مش أركان واضح؟ والرابع عشر الرابع عشر التشاهد فيه اي الجلوس الأخير اقل التشاهد ايه؟ التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدوا أن لا إله إلى الله وأشهدوا أن محمد رسول الله ده أقل التشاهد أفضل التشاهد عندنا تشاهد سيدنا عبد الله بن عباس وعند الأحناف تشاهد عبد الله بن مسعود عند الشفعية اختاروا تشاهد عبد الله بن عباس قالوا لأن فيه زيادة الذكيات والمباركات التحيات المبركات صلواته الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ففيها زيادة وكان هو أيه كمان لتأخره سيدنا عبد الله بن مسعود كان قديم الإسلام عن سيدنا عبد الله بن عباس فكون سيدنا عبد الله بن عباس يروي تشاهد يبدأ آخر ما كان عليه النبي فلده سبب تقديم تشاهد بن عباس على تشاهد عبد الله بن مسعود وإن كان لتنين تصحي صلابين لكن احنا نتكلم في أيهما أفضل الشفعية قالوا الأفضل تشاهد عبد الله بن عباس لتأخره والنبي طالما آخر ما كان عليه النبي أولا من ما كان عليه أولا لاحتمال النسخ والتبديل في الأحكام ثانيا لوجود المباركات والزكيات فيه التانية ما فيهاش المباركات تحياته الله والسلواته لله السلام عليك هنا الطيبات المباركات وفيه بيقول كمان أشهدوا الله إليه الله وأشهدوا أن محمد الرسول الله هناك بيقول عبده هو رسول الاتنين صح بس تشاهد عبد الله بن عباس أشهدوا الله إليه إليه الله أشهدوا أن محمد رسول الله ومحمد رسول الله دي قرآن محمد رسول الله والذين معه جزء من القرآن وبالتالي تبقى أفضل لأنها لقرآنياتها قد تبقى لك كل دي تفاصيل داخل المذاب لكن لا بأس أنك أنت تقرأ أي تشاف كل صح واضح التحيات المباركات السلوات الطيبة لله على سبيل على سبيل هنا السلوات على سبيلنا للاستئناف يعني أخذ بالك إزاي مستئنفة يعني أنت تقصد هنا بيقول التحيات لله سلام عليك ده ده أقله حتى تشلي الألف ولم عشان يقولك أقله آه ما يجرش الخامس عشر الصلاة عن نبي فيه يبقى عندنا الصلاة عن نبي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة الشافعية إلا بالصلاة عن نبي صلاة طبق بقي المذاب تصح الصلاة مع فوات الأج لأن الصلاة عن نبي بقي المذاب سنة والصلاة عن النبي فيه مذاب الشافعية في الصلاة ركن في التشاهد الأخير وسنة في التشاهد الأوسط كويس أما الصلاع الآل فهي سنة في التشاهد الأخير واخد بالك الصلاع الآل سنة في التشاهد الأخير والخامس عشر الصلاع النبي فيه أي الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشاهد وأقل الصلاع النبي الله ما صلي على محمد أقل حاجة طب وفين السلام ما أنت قلت أبت السلام عليك أبو النبي بالنصف الاول يبقى انت صليت وسلمت كويس واشعر كلام المصنف ان الصلاة على الال لا تجب وهو كذلك بل هي سنة واضح السادس عشر التسليم الاولى يبقى السلام عندنا ركن خلافا للاحناف يبقى السلام عندنا ركن لو ما قالش السلام عليكم اقلوا السلام عليكم مرة واحدة السلام عليكم ولو حيقول مرة واحدة يولى بالمواجهة ما يقولاش جهة اليمين لو حيكتفي بتسليم واحدة يولى بالمواجهة لكن لو حيقول تسليمتين يبقى يقول يمين وشمال والتسليم الاولى لانها ركن طب والتانية سنة اخذ بالك لك احنا نتكلم في الاركان فقالك تسليم الاولى ويجب إقاع السلام حال القعود ما ينفعش مثلا يقرى التشاهد ويروح واقف ويقول السلام عليكم وواقف ما ينفع لازم حال القعود وأقلوا السلام عليكم مرة واحدة وأكملوا السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا يقول السلام عليكم في الموجهة ورحمة الله يتوجه لليمين ويرجع تاني السلام عليكم ورحمة الله ويتوجه للجسر كويس فيه وبركاته في بعض الأوجه عند الشفعية لكن احنا بنتكلم عن الراجح الراجح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فيه تفاصيل علي من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله بس كل ده تفاصيل واردة في المذاب المختلفة لكن احنا بنتكلم على اختيار الشفعية واضح السابع عشر نية الخروج من الصلاة وده وجه مرجوح يعني فيه وجه يقول لك لما تيجي تسلم تنوي كمان الخروج من الصلاة زي ما نويت في تكبيرت الإحرام انك تدخل في الصلاة تنوي مع التسليم الخروج من الصلاة بس ده وجه مرجوح وقيل لا يجد ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه والأصح الثامن عشر ترتيب الأركان حتى بين التشاهد الأخير والصلاة عن النبي يعني ما ينفعش تجي التشاهد الأخير تصلي عن النبي الأول وبعدين تقول لك تحياته لله لازم تقول لك تحياته لله وبعدين تصلي عن النبي بعد الشهادة وهو أخذ بالك لازم الترتيب ما ينفعش بعد قراءة الفتحة تسجد سجدتين وبعدين تقوم تركع ما ينفعش لازم الترتيب قيام مع قراءة الفتحة وبعدين ركوع وبعدين رفع من ركوع وبعدين سجدتين وجلوس بين السجدتين هذا الترتيب مطلوب ركن في حد ذاته ترتيب الأركان حتى بين التشاهد الأخير والصلاة على النبي فيه وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتجبرة الإحرام المقارنة الحقيقية يعني ومقارنة البلوس الأخير للتشاهد والصلاة على النبي فيه بيبقى ركنين متقارنين في وقت واحد بتبقى جالس للتشاهد الأخير وبتقرى التشاهد الأخير فمقارن ركنين متقارنين مع بعض زي في الأول عندنا ركنين متقترنين ببعض وهي النية مع تجبرة الإحرام والله تعالى أعلى وأعلى سنن الصلاة قبل الدخول فيها نقولها بس لأنها سهلة الإذان والإقامة وخلص سنن الصلاة أي صلاة الفريدة قبل الدخول فيها هي الأذان والإقامة الأذان وهو لغة للإعلام وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة مفروضة يبقى صلاة الفريدة هي اللي فيها الأذان صلاة النفلة مفيش فيها الأذان نداء صلاة النفلة تقول الصلاة جامعة مفيهاش الأذان الأذان للصلاة الفريدة وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله في أربع معروف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أوله كده أربع تكبيرات مش كده برضو وبعدين مثنى أشهدوا أن لا إله إلا الله مع التسويب التسويب يعني إيه يعني تقول أشهدوا أن لا إله إلا الله الاول بصوت منخفض اشهدوا ان لا ترفع يبقى التسويب انك انت تقولها تكررها الاول قبل الرفع صوت بها واضح وبعدين اشهدوا ان محمد الرسول الله برضو يقولها بصوت مخفيد يسمعوا القريب منه وبعدين يرفع بها وبعدين حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين في صلاة الفجر في اذان الفجر الصادق يزود بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وبعدين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مفردة في اخر الازان هكذا ترتيب الازان وان لا التوحيد اخره فواحد لي لا اله الا لا اخر الازان ويسن بعد الازان ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان تسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فمن فعل ذلك واجبت له الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مخصوصة لان النبي لو شفاعة كثيرة الاقامة وهي مصدر اقامة ثم سمي به الذكر يشترط طبعا في الازان الذكورة ما ينفعش الايد خلي امرأة اقزم يشترط فيه الذكورة ولا يشترط فيه الوضوء ولا زوال حدث الاكبر يعني حتى لو جنوب يقوم يأزم ويخش يغتسل ولكن لو جنوب لا يؤزم داخل المزج يؤزم على باب المزج وبعدين يخش يغتسل كويس لانه ممكن يكون قام وهو على جنابة ووقت الصلاة جاهل فلو قاعد بقى يغتسل ويعمل الازان حيفوت وقته ففي الحالة دي ازن على باب المسجد وبعدين يغتسل ويدخل بعد كده ويبقى يقيم الصلاة واحد يأخذ بقى يعمل بقى هو الحاجة دي نادرة لان انت شيخ بقى لك سنين طويلة حصل انك انت اضطريت لازا دي احكام بنقولها بس فلما تبقى مرة حصلت لك وقزنت على باب المسجد كأن النور مقطوع يا اخي مش هيجرى حاجة ما فيه مساجد تاني حتجبر النقر واخد بقى لك لكن ما تخشش وتهجم وتقول للضرورة ما فيش ضرورة لان فيه مساجد اخرى بتقزن والازان نفسه مش ضرورة في كل مسجد يعني واخد بقى لك هو الضرورة انه هو في الحي يبقى فيه ازان واحد ولو في الحي هي دي الضرورة فطالما قام بها غيرك خلاص لانه وصلنا على الكفاية شو حكمه كده سنة على الكفاية والاقامة وهي مصدر اقامة ثم سمي به الذكر المخصوص لانه يقيم الى الصلاة طبعا بيزود فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على الصلاة حي على الفلاح وبيقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيه مفردة خلافا للاحناف الاحناف انهم الاقامة بذفس الازان كأنه بيأذن الاحناف كده اقامتهم زي الازان بالضبط يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهدوا ان لا الى الله اشهدوا ان لا الى الله اشهدوا ان محمد رسول الله اشهدوا ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دي إقامة الأحناف فلو دخلت مسجد لقيت واحد بيقيم الصلاة كده لا تعتارد واضح؟ فيش دعا للإعتراض الاعتراض علامة الجهل في مثل هذه الأمور لأنه ورد عن النبي إن كان أقام كده ده فيه 16 صيغة للأذان وردة عن النبي اللي أنت بتسمع حدي إحدى واحد على 16 من الصيغ الأذان بس اتفقت على الأمة واستقر عليها الناس على سنين طويل لكن لما تقرى بعد كده صيغ الأذان تلاقيها وردة حاجات كتيرة فيها في وارد وأشهد أن علي ولي الله وارد كمان صيغة ورد شوفها دي إيه ورد ولها سنين وخدها مين خدها الشيعة بيقولوا بيها فمسيدنا علي ولي الله صحيح يا غلط هي كلمة غلط يعني مش كلمة غلط كفر يعني مش كفر ما هو ولي الله صحيح مش كده برضو ووردة والأذان ليس قرآن والنبي زاد فيه لما جاء سيدنا بلال قال له الصلاة وخيره من النوم قال له يجعلها في أذانك يا بلال مش كده برضو يبقى الأذان يعني ليست له نفس قدسية القرآن يعني واضح لدرجة أن مكان الدنيا تمطر يقوم ويقولوا فوسط الأذان مكان حي على الصلاة ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم فوسط الأذان قائد احنا مش بنقول انه مش مخدس ده ذكر الله لكن احنا بنتكلم انه يجوز إضافة بعض الأشياء فيه لبعض الضرورات الشرعية اللي قال ولو نقص منها حاجة نسيانا الدنيا ما تهديتش نعلمه لكن الدنيا ما تهديتش وعلى شك كده قاله لو زيدة رفز السيادة في أشهده أن سيدنا محمد رسول الله داخل الأذان لا بأس بل هي مستحبة وذهب ذلك الشافعية وكثير من الحنابلة وكثير من المالكية وكثير من الأحناف انك تزود لفز السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الأقامة والأذان والصلاة كويس يبقى كل ده جائز ما فيه مشكلة وفيه كتاب تشتريه تشنيفه الأذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان تشتريه بيتباع كتاب متقلب بقى له ستين سنة وكتاب قيم لأنه جاب لك جميع سياغ الأذان الواردة بأسندها المتصلة واخد بالك بكتب السنة المعتمدة كلها عشان يوسع مدركك وكيفية مشروعية الأذان والحاجات دي كلها وجايب لك في الآخر مشروعية الزيادة لتأليف قبل فايد أحمد الصديق الغمار كتاب اسمه تشنيفه الأذان كتاب لطيف يستحق أنك تكرأه يوسع مدركك في مآخذ الفقه المختلفة لأنه مشحون بقواعد أصولية ومشحون بقواعد لغوية ومشحون بقواعد عرفية ومشحون بأقوال العلماء في المزاهب المختلفة فاكتاب مليان يعني علوم تشنيفه الأذان باستحباب الصلاة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والآذان وعشان كده في مسجد الأشراف احنا بنقول أشهده أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان بالمكروفون واخد بقى لك مشيين على هذا المزهب واخد بقى لك ما يجرىش حاجة طابوا اللي ما بيقولش أذانه صحيح طابوا اللي ما بيقولاش في صلاته صلاته صحيحة وجميلة طابوا اللي بيقول صلاته حلوة وجميلة ومن اتخنقش طابوا ما لقى حديث لا تسيدوني في الصلاة حديث باطل موضوع لم يقوله النبي ده قاله واحد تاني جاهل ما نعرفش جاب منين لأنه حتى من حيث اللغة خطأ كان مفروض يقول لا تسودوني في الصلاة مش من لا تسيدوني خصوصا أنه لم يرد له إسناد فإسناده كداب عن كداب عن كداب عن ابن كداب وفي الأخير قال رسول الله لا تسيدوني في الصلاة فده إسناد مش معروف واضح خصوصا أنه قال أنه سيد ولد أدم هو النبي سيد ولد أدم يوم القيام وسيد ولد أدم في الصلاة وسيد ولد أدم في الأذان وسيد ولد أدم وإحنا من بتصليش وسيد ولد أدم وإحنا نايمين وسيد ولد أدم في كل الأحوال وإلا هو سيد ولد أدم في كل الأحوال إلا في الأذان تهمت إزاي؟ فعلشان كده الحكاية سهلة والله تعالى أعلى وأعلم ونكمل من الثلاث القادم إن شاء الله وجزاكم الله خيرا هيجي الحجاية دي في سهو الصلاة لو سهى ركنا ثم تذكره أثناء الركعة التي تليها بعد ما قرأ الفاتحة وركع كمان خلاص يستمر على ما هو عليه ويبقى الركعة اللي النسي فيها دي مش محسوبة ينساه كأنها ما حصلتش واضح ويستمر على ما هو عليه وبعدين يسجل لسهو في الآخر يا جوز صح يعني أنا نويت مع سنة الظهر تحية المسجد نويت مع سنة الظهر صلاة استخار نويت مع سنة الظهر سنة إحرام كل ده يمشي قضاء حاجة تيمشي لكن ما ينفعش مع سنة الظهر أنوى سنة العصر ما ينفعش لأن دي مسمى ودي مسمى في امتنى بقى زين والله وتعالى أعلى وحدة قد يحفز كسيرا في بعض المساجد قبل القيام تعد عن البقوة والإينام والفجوج فمن أول صلاة تشتغل ده أمزار إذا كان حركته من القيام للقعود بالنسبة له عملية قاسية جدا وصعبة جدا يبقى يصلي أول ركع قائم قائم وبعدين بعد ما يجي يركع يقعد ويكمل بقية الصلاة من القعود إذا كان قيامه لا يؤذيه حركته إلى القيام لا تؤذيه يبقى مع كل ركعة يقف للفتح ويجلس عند الركوع والسجود وكرة تتشاه الميسور لا يسقط بالمعصور خصوصا خصوصا أنه جاي من بيته ماشي جاي من بيته ماشي بعدين يجي الصلاة يكسح ما هو جاي ماشي آه يكسح بقى في صلاة السنة صلاته بطل عند الشفعية وصحيحة مع الكراهة وقد تصل للحرم عند الأحناس واضح لا ننصح بها طالما جاي وقادر على المشي ونازل السلم ونازل من العمارة ودخل الجامعة يبقى يقرى الفتحة من قيام بقى مش كده برضو ولا جاي مسندينه عشرة ده جاي ماشي لوحده مش كده ولا يبقى طالما جاي وماشي لوحده يبقى يقرى الفتحة من قيام ده الفتحة ما بتاخدش لحظة وبعدين يقرى الصورة من قعد ما يجرش حاجة واخد بالك إزاي والله تعالى أعلى وأعلى ماذا بالشفعية لطيف الميسور لا يسكت بالمعصر يا الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله